بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الجنائز ما يشرع عند موت المسلم قبل موته يشرع أمور منها عيادة المريض وتذكيره بالتوبة والوصية وكيفية طهارة المريض وصلاته ورقية المريض وخاصة إذا كان يتشوف لها وتلقين المحتضر لا إله إلا الله أما عند موته فيشرع أمور منها تغميض عينيه وشد لحييه وبعد موته يشرع أمور منها تغسيله وكفنه والصلاة عليه ودفنه وقسمة تركته وإحداد زوجته وتعزية أهله وزيارة قبره قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم ويلقن ثلاث مرات وقال اقرأوا على موتاكم ياسين رواه النسائي وأبو داود تنبيه عامة أهل العلم على أن حديث قراءة ياسين ضعيف لا يحتج به فالصحيح أن قراءتها على الميت غير مشروع وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فارض كفاية قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم أخرجه بعض أصحاب السنن وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد والترمذي والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقهي برحمتك عذاب الجحيم ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة أو اثنتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم وقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم ونهى صلى الله عليه وسلم أن يكتب عليها وتحرم إضاءتها وبناء المساجد عليها والصلاة عليها أو إليها تنبيه تنبيه الأصل في القبور أن تكون خارج البنيان حتى لا تكون ذريعة للشرك وأن تسوى على السنة بأن ترفع قيد الشبر ويوضع عليها حجر أو حجران فقط وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وصححه الحاكم ويستحب تعزية المصاب بالميت مرة واحدة بلا اجتماع في مكان أو لطعام وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة مع أنه لعن النائحة والمستمعة وقال زور القبور فإنها تذكر بالآخرة رواه مسلم وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك والله أعلم أقسام زيارة القبور أولاً زيارة شرعية أن ينوي بها تذكر الدار الآخرة ولا يشد لها الرحل وينوي الدعاء له وللأموات بما ورد ولا يأتي بما يخالف الشريعة ثانياً زيارة بدعية أن ينوي دعاء الله عند القبور ثالثاً زيارة شركية أن ينوي بها دعاء صاحب القبر تنبيهات السنة في صلاة الجنازة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة النساء ليس لهن زيارة القبور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولأنهن يخشى من زيارتهم الفتنة وقلة الصبر وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا نها الرسول صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت فقال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحد الموت لضر نزل به فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي متفق عليه ينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل للآخرة وهذا لا يزيده حزنا بل إقبالا قال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم لذات أخرجه بعض أصحاب السنن فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر